بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أعزائي في درس جديد من سلسلة الدروس المصورة لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لصف السابع ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية الروبوت ذاتي التحكم وعنوان درسنا التنقل بأمان الجزء الأول فلنتذكر مع بعض أعزائي ماذا تعلمنا في الدرس السابق ولقد ذكرنا مفهوم السيارات ذاتية القيادة وهي سيارات مزودة بكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تقود نفسها بنفسها ثم قارننا أجهزة استشعار الروبوت بالحواس البشرية المستخدمة عند القيادة لكي يكون الروبوت ذاتي التحكم كما ذكرنا قصائص مستشعرات الروبوت ليغو ماند ستومس EV3 واستخداماتها وذكرنا منها مستشعر الموجات الفوق الصوتية أو الترسونيك سنسور وهو يستخدم في تتبع جسم ما أو استكشاف عائق ما كما ذكرنا أيضا مستشعر الألوان ويستخدم لتتبع خط أو اتخاذ قرار عند استشعار لون محدد كاللون الأحمر أو الأخضر ذكرنا أيضا مستشعر الموجات تحت الحمرة والذي من خلاله يمكننا التحكم بجهاز آخر كما تعرفنا أيضا على مستشعر الحرارة أو Temperature Sensor أهداف درسي اليوم هي أولا أن يستنتج الطالب خطوات الخوارزمية لتنقل الروبوت بأمانه والهدف الثاني أن يتحكم الطالب في حركة الروبوت للتقدم إلى الأمام في برنامج ليغو ماند ستومس EV3 تابع معي عزيزي الطالب الكتاب المدرسي من الصفحة 112 إلى صفحة 116 لنفترض أننا نريد برمجة الروبوت للخروج إلى الطريق السريع بشكل آمن أي من نقطة البداية A إلى النقطة B وكما نلاحظ أنه عليه التقدم إلى الأمام أولا ثم الانتباه لوجود عائق يلتف إلى اليمين ليتوقف عند استشعار لون أسود فلنحاول استنتاج خطوات الخوارزمية بناء على حركة الروبوت المطلوبة سابقاً وكما نعلم أول خطوة في أي خوارزمية تكون البداية ثم نريد من الروبوت التقدم إلى الأمام لكن مثل السيارة تماماً يجب علينا تحديد اتجاه الحركة وقوة الحركة فنكتب تقدم إلى الأمام بقوة أربعون بالمئة وهكذا حددنا الاتجاه ألا وهو الأمام وقوة المحرك أي أربعون بالمئة ثم نريد من الروبوت أو من السيارة الذاتية القيادة أن تتحقق من وجود عائق على مسافة أقل من خمسة عشر سنتيمتر نكتبها قم بالتحقق من أي عائق أمامك في مسافة أقل من خمسة عشر سنتيمتر فإن كان الشرط صحيحاً أي أن المسافة الفاصلة بين الروبوت أو السيارة والعائق أقل من خمسة عشر سنتيمتر فسوف ينتقل إلى الخطوة أربعة ألا وهي التف إلى اليمين لكي لا يصطدم الروبوت بالعائق أما إن كان الشرط غير صحيح فسوف يرجع إلى الخطوة رقم اثنان أي عدم وجود عائق على مسافة أقل من خمسة عشر سنتيمتر ثم نريد من الروبوت أن يتحقق من الخط الأسود فنكتب قم بالتحقق من الخط الأسود إذا كان الشرط صحيحاً أي إذا كان يوجد خط أسود انتقل إلى الخطوة الستة وهي التوقف عن الحركة أما إن كان الشرط غير صحيح أي لا يوجد خط أسود فسوف يواصل سيرة وينتقل إلى الخطوة رقم اثنان بعد التوقف من الحركة نريد من الروبوت أن يشغل الأضواء الوامضة لمدة ثانيتين ومثلما بدأنا الخوارزمية بالبداية فيجب علينا أيضاً أعلان النهاية بكتابة خطوة النهاية في درس اليوم سوف نجعل الروبوت يتقدم إلى الأمام بقوة 40% أي أننا سوف نبرمج الروبوت على التقدم إلى الأمام بقوة 40% ويوافق هذه الخطوات في المخطط الإنسيابي الأشكال التالية وهي البداية وتقدم إلى الأمام فلنتحكم الآن في حركة الروبوت للتقدم إلى الأمام باستخدام برنامج Lego Mindstorms EV3 لكن قبل البدء في البرمجة هل تذكرون ما هو الجزء الذي يمكن الروبوت من الحركة؟ أحسنتم إنه المحرك الكبير والذي عليه يتم تركيب العجلات لبرمجة المحرك الكبير في برنامج Lego Mindstorms يمكننا استخدام ثلاث لبنات موجودة بلوحة الحركة وهي Large Motor Move Steering ولبنة Move Tank هيا بنا نكتشف الفرق بينها لبنة Large Motor وهي موجودة بلوحة الحركة Action ومن خصائصها أنها تتحكم في محرك كبير واحد فقط ويمكن ضبطها على وضع Off ليتوقف المحرك عن الحركة أو وضع On الذي يحرك المحرك بالقوة المحددة ثم ينتقل مباشرة إلى اللبنة التالية في البرنامج وضع On For Seconds وهو يحرك المحرك بالقوة المحددة لمدة زمنية محددة وضع On For Degrees وهو يحرك المحرك بالقوة المحددة بلوحة بعدد الدرجات المذكور On For Rotations وهو يحرك المحرك بالقوة المذكورة أو المحددة بعدد اللفات المحدد مثلا ثلاث لفات لبنة لبنة موف ستيرينج الموجودة بلوحة الحركة Action وهي تمكننا بالتحكم في محركين اثنين بنفس الاتجاه ونفس القوة ويمكن ضبطها على وضع Off On On For Seconds On For Degrees أو On For Rotations بالطبع يمكننا تحديد قوة المحرك واتجاه الحركة سفر يعني اتجاه إلى الأمام قيمة إيجابية يعني اتجاه إلى اليمين وقيمة سلبية يعني اتجاه إلى اليسار لبنة موفتانج الموجودة أيضا على لوحة الحركة Action والتي تمكننا من التحكم في محركين كبيرين اثنين لكن أيضا في التحكم بقوة كل محرك على حدة يتم ضبط الوضع أولا Off On أو On For Seconds ثم يتم تحديد قوة المحرك اليسار ثم قوة المحرك اليمين أي لبنة ترونها الأنسب ليتنقل الروبوت إلى الأمام بقوة 40% أحسنتم إنها بالفعل لبنة Movie Steering حيث أنها تمكننا من تحديد الاتجاه والقوة لمحركين اثنين نطبق الآن المخطط الانسيابي الخاص بدرسنا اليوم على برنامج Lego Mindstorms EV3 وأول خطوة هي البداية ويتم تنفيذها من خلال لبنة Start الموجودة على البرنامج ثم تم اختيار لبنة Movie Steering ليتقدم الروبوت إلى الأمام يتم ضبطها على وضع On ثم نحدد الاتجاه ونحن نريد الاتجاه الأمام يعني القيمة سفر ثم نضبط السرعة إلى 40 لننتقل الآن إلى حل تدريبات درسنا اليوم والسؤال الأول يتمثل في إعادة ترتيب خطوات الخوارزمية لجعل الروبوت ينفذ التالي المهمة المطلوبة هي أن يتقدم الروبوت إلى الأمام بقوة 60% يتوقف عن الحركة عند المرور فوق خط أحمر الخوارزمية المقترحة كالتالي حاولوا أعزائي الانتباه لإعادة ترتيب خطوات الخوارزمية بشكل صحيح أول خطوة إلى الخطوة 2 أي أن تقدم إلى الأمام بقوة 60% وآخر خطوة دائما أعزائي في أي خوارزمية هي النهاية السؤال الثاني حدد اللبنة التي تجعل الروبوت يتقدم إلى الأمام بقوة 60% أحسنتم إنها لبنة موف ستيرينغ حيث أنها تمكننا من تحديد اتجاه الحركة وقوات الحركة السؤال الثالث حدد اللبنة الأنسب لاستدارة الروبوت إلى اليمين هل هي مفتان موف ستيرينغ أم لبنة large motor أحسنتم إنها لبنة موف تانك بما أنها تتحكم بقوة كل محرك على حدد إلى اللقاء في الدرس القادم أعزائي حيث سنبرمج الروبوت لاستكشاف العوائق واستكشاف الخط الأسود